ايه رأيكم في مثل بيقول صليطة اللسان ست الجران دي حقيقة لا فهموا لي ايوة ست صليطة اللسان اللي اللسان هواف اه ست الجران محدش بيقرب لها كله بيخاف منها اه بيخاف منها طب ميش اه منت العكس كده اللي احنا بنقوله عكس اللي بنقوله طبعا فهل ده موجود قبل توه قبل كده في العمارة اللي انت موجودين فيها انا هقولك الحاجة عشان انت بتقولي احنا عشان بتقولي تغيرنا لا هقولك اه اكيد يا محمد انا واحدة من الناس هقولي ان انا مثلا العمارة بتاعتي حوالي ستين شقة كويس قولي كم شقة انا عارفاهم اتنين تلتة وبقالي ايه ممكن ست سبعة سنين عدم وده غلط وعيد بس كل واحد في حاله ايام زمان بقى ايام انا قبلي ما تجوز او كده لا انا كنت عارفة جر اللي تحته وطنت مش عارفة اللي فوقي لا قولي جنبنا ولا اماما عندهم انت صح بس فيه هنا اختلاف حصل معنا نحاول النهاردة ننور عليها اللي هي حق الجار ليه لان زي ما انت بتقولي كلنا محمد وانا وانت وكل الناس اللي في السن بتاعنا او اللي قابل مننا طبعا وده شقة اكيد كان عندهم حاجة اسمها حق الجار قابل مني يعني ابسط الامور كان يعملوا الاكل ببساطة جدا الاكل حاجة عادية جدا وما فيش حد ما عندوش اكل ببيته ومع ذلك انا لازم ادوائك والدوائيه عشان انت اكيد طبعا النهاردة بقى للأسف الشديد ومن بعض الحاجات اللي غصبنا عن الجميع او البعض بيتلشها ان انت ايه اجبلك الاكل على قدي اجبلك مش عافية لا ايه الحاجة على قدي احنا النهاردة بنتنقول ايه في الحق الجار مش شرط ان ااكلك مش شرط ان اديك فلوس على اقل ان انا ارد غده على اقل ان انا ارد غده لا لا ده في الاختار تعالوا بقى ان هنقول ده اقل حاجة هل احنا ادواتي بنحفظ غيبة الجار والله يا محمد فيه ناس لسه يعني فيه ناس محترمة وناس قويسة وفيه ناس الدنيا زي ما احنا بنقول ايه الدنيا واخداها طب ما بقلاش نقول يعني مش عايزين كلنا نقول الناس الناس يعني الناس دايما بنقول على الناس التانية وكأننا مش مشاركنهم يعني انا دايما عايز اقول لو كل واحد فينا ابتدى بنفسه بس بقى هو اساس بقى كلنا زي بعض بردس